أهلا بكم من جديد مشاهدينا والآن ننتقل بكم للفقرة التحليلية واسحبنا فيها اليوم الأستاذ طاهير المعطس مرحبا بك السلام عليكم عليكم السلام أزعاد الله وغاتك وغات السادة المشاهدين أهلا بك ونبدأ معك الجولة من السودان ومنها نقرأ البرهان يعقل اجتماعا مع المبعوثين الدوليين السيدة ويؤكدوا التزامهم بالاتفاق الإطاري أكد رئيس مجلس السيدة الانتقالي الفريق أول الرقن عبد الفتح البرهان التزامه بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين لتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونذيها بنهاية الفترة الانتقالية وجدد البرهان خلال اجتماعا عقده بمكتبه أمس بمشاركة نائبه والفريق أول محمد حمدان ناحمتي مع وفد المبعوثين الدوليين الستة التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية وحث البرهان المبعوثين الدوليين على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العجلة للسودان أستاذ مرحبك من جديد وكيف تقرأ أهمية جيد البرهان الالتزام بالاتفاق الإطاري في رأيك في حضور المبعوثين الدوليين؟ أنا أعتقد أنه منذ الخامس من ديسمبر ليث هناك موقف موحد هناك يحدث بعض التراجع في مرات يحدث دعم في مرات لو قسنا خطابات الفريق أول عبد الفتاح البرهان تجدها في مرات كاملة دعم للاتفاق الإطاري مرات أخرى يجب أن يشمل آخرين مرات أخرى يجمد وساطة التي كان يعقدها مع الممانعين ويعلن انسحابه أعتقد دموغيف جديد داعم للاتفاق الإطاري ليصل إلى نهايته حضور البرهان نفسه ونائب محمد لهذا اللقاء ما هي الرسالة التي حملها حضور الرجلين لهذا اللقاء في رأيك؟ بحسب بعض المعلومات أن المبعوثين التمسوا لغاء الرئيس مجلس السيادة الانتغالي ونائبه في اجتماع واحد قبل أسبوعين عندما التغل السفراء المختصين برئيس مجلس السيادة ونائبه طلبوا أن الشخصين يكونوا موجودين الفريق أول عبد الفتحة البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو حتى يخرجوا برؤية واحدة من الطرفين هذا بنجره في سياق أنه بنلغى بعض المواغف المتباينة في الخطابات بين الأطراف فالطرف يدعم الاتفاق الإطاري كاملاً طرف يحاول أن لا يجد دعم كامل فالالتماس لأنه كان يجب أن يلتغل الاثنين مع بعض مع المبعوثين وهذا الذي حدث طيب تحدثت عن تباين واختلاف في الآراف فيما يخص الاتفاق الإطاري برأيك هل المؤسسة العسكرية ملتزمة بالاتفاق الإطاري وإن كانت كذلك في أي سياق يمكن أن تقرأ تصريحات الأخيرة لقالة الجيش حول هذا الاتفاق طيب خلينا نقول أنه في 5 ديسمبر العام الماضي عندما وقع هذا الاتفاق وقع عليه تم توقيعه بعد عدد من المشاورات بعد عدد من الاتصالات ولعل خطاب حمدتي الأخير في الزكية في بحري كشف عن هذا الأمر وطالبوا بعدد من التعديلات قال وتم إدراجه وحددوا حتى الأطراف التي ستوقع هذا كلام حمدتي الكلام ده منذ شهر يونيو 2022 عندما التغت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية مولي في منزل السفيرة السعودي بغادة من المجلس السيادة الانتقالي الغادة العسكريين يعني وبأطراف من الغول التي وقعت على الاتفاق الإطاري لاحقا كان هناك عدد من المشاورات وإدراج لبعض الملاحظات واستيعابة إلى محطة الوصول النهائي واستمر هذا الأمر وكان في دعم كامل لاحقا الآن أصبحت هناك تراجعات تصهر تراجعات عن العهود وعلى المواسيق من هنا ومن هنا ولا نستطيع أن نغفل الإعلام بتاع 4 يوليو بتاع انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي هذا الأمر في أرض الواقع نرى وزير الخارجية الإسرائيلي يأتي السودان وعد بالتطبيع وغيره فأنا دا أقول أنه في ارتباك في الساحة السياسية في المشهد السياسي نجده نعم شكرا شكرا